موسيقى مسائل خير ما فيش راجل في الدنيا ما بيتمناش ان شركة حياته تكون ست مطيعة بتنفس كل طلباته من غير مناهدة كتير ولا ند بالند يمين يمين شمال شمال بس المشكلة انها حتى لما بتعمل كده ساعات كتير ما بتتقدرش بتشوف معاملة تانية خالص عكس كل اللي في خيالها زي سلوة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي بعتت تقول لنا كل مشكلتي مع جوزي اني ما كنتش بقول غير حاضر ونعم تفتكروا ايه اللي حصل لما سمعت كلام جوزها تعالوا نسمع الحكاية من اولها ونشوف سلوة بعتت تقول لنا ايه اسمي سلوة وعندي 35 سنة متجوزة حاليا بقلي 7 سنين وعندي ولد وبنت مشكلتي اللي ببعت لكم عشانها بدأت معايا من وقت الخطوبة كنت وقتها بنت موطيعة وطيبة ومش هكسف اقول ان انا كنت ضعيفة الشخصية ما بعرفش هتعامل مع الناس يمكن لاني كما افول علي بالزيادة وكنت قليلة الاختلاط بالناس كنت بحط كل وقتي وطقتي في الدراسة والتعليم وبس ومن يوم ما تخطبت ما كنتش بقول غير حاضر وطيب ونعم كنت باتعامل مع خطيبي اللي هو جوزي دلوقتي بسلامة نية زيادة عن اللزوم لدرجة وصلت للإهانة فيما بعد الموضوع بدأ بالتدريج اللي هو معاملة نشفة بعدين الصوت بدأ يعلى وبعدين طبعا بدأ يغلط ويشتم لحد ما وصلنا لمد الإيد ده غير كل شوية تهديد انه هيسبني وانا منسى زاجتي كنت بطوعه وحاول أرضيه بخاف احكي لأهلي لاحسن الموضوع يبوز افتكر مثلا في مرة اتزقيت في الشارع وترميلي ورق شغلي عشان بس شفني بكلم زميلي في الشغل وكان بيسألني عن الساعة وهو شفني صحيح أنا متعلمة واشتغلت فترة مش قليلة لكن لا تعليمي ولا شغلي خلوني أعرف أتعامل مع الناس كنت مش بعرف أرد وأصد وأخد ودي أو أخد حقي حتى جوزي عجبته عشان طيبة لدرجة الهبل في بداية جوازي كنت عايشة معاه في تهديدات طول الوقت كل شوية هطلقك وهسيبك وأخد ابنك منك أفضل أتأسف واعتذر له على حاجات هيفة وتفهة مش مستهلة إنه يحصل عليها مشكلة بس كنت بحاول أرديه عشان المركب تمشي والدنيا تهدى وياريته عاجب لدرجة إنه في مرة قال لي أنت بقيت بتعتذري على الفاضي والمليان وبقى شايفة اعتذاراتي ملهاش أي قيمة ياريت الأمور وصلت لكده وبس ده كان مريد في التحكم والأمر والنهي بحاجات ما تخطرش على بلكم أفتكر مثلاً في مرة حكم علي أني أجيب جزمته وأضرب نفسي بيها عشان أرضي عشت معاه في قمة الزل والمهانة أنا محتاجة أخد وقفة هنا عشان حتى وأنا بقول الموقف اللي ذكرته مادام سلوى أنا دايقت يعني اللي عرفوا إنه فيه نوع من الرجالة كده دايماً بياخد أو بيستمد قوته إنه يبقى جبروت من ضعف اللي قدامه ست اللي قدامه كل ما يلاقيها رضية بالبهدلة ونوع بيغلط فيها ومالهاش وقفة كل ما بيتمادى في الظلم ده بس معقولة توصل لكده إزاي وفقت يا بنتي تضربي نفسك بجزمته عشان إيه عشان ترضيه معقولة تعالوا نكمل كنت خايفة وضعيفة ده غير إني كنت خلفت ولد ونفسي ما يتبهدلش ولما جات بنتي ابتدت المشاكل تزيد عشان خلفت بنت ساعتها جات حماتي وقعدت معايا قال يعني عشان تغدمني وتخلي بالها مني بس اكتشفت إن هي جاية عشان أنا اللي أغدمها ويرتها قعدت في حالها كانت بتحب تقوم ابنها علي كل شوي تخترع مشاكل مما فيش تستنى يبقى لسه راجع من شغله تعبان تقوم تشتكيله على أي حاجة وخلص لدرجة إنها في مرة قالت له وانتم متخنقين مع إننا في الوقت ده كنا كويسين جداً مع بعض ده غير تدخلاتها الغريبة في تربيتي لابني ولو زعقت له يعني زعقت الابني مثلاً على أي حاجة وعملها غلط تلم شنطتها وتقول لجوزي دي ضربت الولد قدامي أنا ماشية ومش قاعدة لكم طب إحنا كل ده ما تكلمناش عن أهلك يا سلوى إزاي ما حكت الهمش على اللي بيحصل ده إزاي ما كانش فيه وقفة بعد اللي بيحصل ده كله طب ما جبتيش مامتو ليه تقعد معاكو لما هو جاب مامتو مامتك بقى فين إيه بقى يلا نكمل زي ما قلت لكم كنت بحاول ما أحكيش لأهلي عشان كنت دايماً بسمع إن المفروض المشاكل بين الست وجوزها ما تطلعش بر قدر الإمكان وكنت خايفة أحكي في المشاكل تزيد بس لما الموضوع زاد عن حده اتكلمت أخيراً وحكيت لأمي على اللي بيحصل ساعتها زعقتلي جامد وقالتلي أنت إزاي سكتة كل ده المرة الجاية يبقى سيبيه يقول لك هطلقك وهرميكي وردي عليه وقال له طلقني وفعلاً جمدت قلبي دخلت فيش مال لقى واحدة تانية واحدة جامدة وقفة في وشه غير الطيبة الخلوقة الهادية اللي كان هو يعرفها تماماً لقى وش ما كنتش أحب أظهره ولقيت قلبي بيتقفل منه وعقلي بتفتح وفي يوم تعبت جداً وقعت على الأرض وكنت مش قادرة من الوجع وهو نايم مع والدته في القوضة التانية فصحيه على تعبي نزل جاب لي حقنا مسكنة وهي بكل هدوء قالت له ما تقلقش دي بطنها بتوجعها عادي تلاقيكي كنت يماشي حافية على السيراميكو جالك بردو ولا حاج يبيلبيسي شب شب وانتي تبقي كويسة وانا ما كنتش مصدقة اللي هي بتقوله لما جي معادي الغداء قلت له انا مش قادرة عمل أكل معلش ابعت هات أكل جاهز وما جاتش على يوم بس ليه وليه ما امتوا تاكل أي حاج اتشتمت واتضربت ولما قلت له انا هكلم لك أهلي يجو يشوفو لك حل لقيت حماتي بتقولي أهلي مين يا مؤهل وطلعت ألفاظه وشتايم وكلام مش هقدر أقوله طلبت من أهلي لكن محدش منهم جي ليومها بعدها بأسبوع عملنا قادرة وجوزي قال لهم مش عاوزها لا هي ولا العيال رحت قعدت شهرين تقريبا في بيت أبويا العاجز المريض اللي لو كان بصحته كان خلى جوزي يلف حوالين نفسه بس هو كان تعبان جدا وقتها وسبني أنا والعيال من غير ما يسأل فينا ولا يبعط لنا مصروف وبعد المدة دي كلها إخواتي عملوا قادرة ورجعوني لي تاني واضطريت أرجع بسبب زن أهلي اللي كله شوية كانوا يقولوا لي ملكيش إلا بيتك وبصراحة ما استريحتش عندهم كنت حاسة إني حاملة قيل مليش مكان في بيت أبوي وبعد المكانوا شايفين إن جوزي غلط فيه وفيهم وإنه كل ده دوب حضر الصلاة والدفنة وبس وعاوزني بعد كل ده أرجع مع أهله زي الأول وأروح أزور مامته وأكلمها تاني بصراحة يا سالي أنا مش قادرة أضغطها نفسي وارجع مع أمه زي الأول من بعد ما هنا عليه أهلي خصوصا إن بابا الله يرحمه كان بيسأل عنه دايما وفي مرة من قهرته قال مش عايزه يجي يحضر دفنتي ولا عزايا يوم ما موت بس أمي بتقولي روحي ودي أمه وخليكي أنت الأحسن لكن أنا مش قادرة خصوصا إن معاملته معايا من سيء لأسوأ ودلوقتي حاطت معاملته لي فكفة وإني أروح أو ادمامته فكفة تانية قولوا لي أعمل إيه لحد هنا خلصت رسالة سلوة رسالة بتعبر عن بيوت كتير صاح معظم الستات اللي فيها بيعانوا نفس المعاناة تقريبا بس ممكن تبقى بنسب مختلفة أو فرق ثقافات منهم اللي لسه وقفة في منطقة الحيرة زي سلوة كده بالزبط طب أعمل إيه ومنهم اللي ورقهم دلوقتي في محكمة الأسرة هواديكي أماكن عمرك ما روح تيها وديكي روح تيها مستنيات طلاق أو الخلع منهم كمان اللي بكل أسف الأمور اتطورت وبقت أصعب لحد ما طرف من الطرفين اتهور وعمل جريمة ونسمع عنها كتير وديه أكتر حاجة تخوف مش كل اللي اتهوروا في لحظة الشيطان يعني كانوا قاصدين إن الموضوع يوصل لكده كانش قاصد إنه هو يعمل فيها حاجة وأنا مش عايزة أديكم أفكار بس إنه هو يعمل فيها حاجة تأذيها أو هي تعمل فيها حاجة أو تأذيه منهم اللي كان طيب وهادي مستحيل حد يصدق إنه هو يعمل كده لكن التراكمات بتعمل أكتر من كده طيب سلوة بقى لو عندت وعملت جزها بالمثل هيحصد إيه طيب لو طوعته رجعت تاني تزور مامته وتودها لقلت لها أنت ماشي حافية على السراميك فتعبانة تفتكروا النوع ده من الرجالة والنوع ده من الحموات يعني أنا ما كنت هقول ما كنتش هقول حموات بس مشيها حموات دول بيقدروا معروف هل هيتغيروا مع الوقت وكام بيت خربته حما بداية من عدم التربية يا طومت أسئلة كتير قوي في حكايتك يا سلوة استنونا بعض الفاصل قصتنا النهاردة عن سلوة تخرجت من الجامعة نزلت واشتغلت وطبعا نزلت سوق العمل فتعودت إن هي تبقى خلاص بقى من زمان ما بتقولش الجزء غير حاضر ونعم معينها متعلمة وبتشتغل وكويسة واحتكت بناس كتير لحد ما لغى شخصيتها عملها مشاكل كتير السلوة هي مخطوبة كانت بتخاف على زعله بتخاف إن الموضوع يبوز لدرجة إنه في مرة زقها في الشارع رمالها ورق شغلها عشان شاف زميلها في الشغل بيسألها على الساعة كامل فضلت المعاملة دي بعد الجوازة كملت بس هي كانت بتخاف تحكي لأهلها فبقى كل شوية قلها إيه هطلقك هسيبك هاخد منك العيال في مرة حكم عليها إن هي تجيب جزمته وتضرب نفسها بيها عشان ترضيه عشت معاه مزل ومهنة بقت بقى إيه حاماتها بتدخل في حياتها وبتحاول دايما إنها توقع بينها وبين جوزها بس مع الوقت سلوة اتعلمتها تتجرق بتجمد على جوزها بعد ما فاض بيها ها كانت النتيجة إنها قال لها مش عايزك أنت والعيال سابها في بيت أهلها فترة كبيرة أهلها غصبوها إن هي ترجع تاني عشان ولدها رغم كده فضل ما قاطع عائلتها بعد ما رجعوا لحد ما باباها ماتوا وغضبان عليه فسلوة قطعت مامته اللي قزيتها كتير وضيقتها كتير جزها دلوقتي بيحاول يكبرها إنها تزور مامته وتودها حطت معاملته لسلوة في كفة وإنها تروح تزور مامته في كفة تاني بس هي مش قادرة وأهلها بيغصبوا عليها كمان عشان كده منورنا وشرفنا النهاردة دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية عشان نشوف هنعمل إيه مسائل فولي دكتور مسائل وردي أخبارك إيه الحمد لله كله تمام إيه رأيك في قصة النهاردة قصة النهاردة حطيت عليها طبعا سبوتات زي ما بعمل في القصص مع حضرتك كل حاجة منها فيها دروس يتعلموها الناس اللي هي متجوزين أو مقابلين على الزواج أول حاجة حضرتك تذكرتها دلوقتي فترة الخطوبة وأن هي كانت خايفة على زعله رغم أنه هو زقها في الشارع وعمل معها يعني دي أفعال ما تتعملش حتى فترة ولا في الجواز ولا في الخطوبة لكن في الخطوبة بيقولك بيتطلع أحلى ما فيه أه عشان كده بنقول يا جماعة اللي انتوا هتشوفوا في فترة الخطوبة حاجتين الشيء الإيجابي هيحصل بعد الجواز النص اللي انت بتشوفه حلو هيحصل نصه الربع الربع أه ممكن الربع اللي انت بتشوفه وحش هيحصل بعد الجواز اضرب في عشر شميعنا بقى؟ شميعنا يا أخوة اللي الوحش بكسر بكتير عشان اللي عمل وحش قبل الجواز هينطلق بعد الجواز لأنه خلاص أصبح رابطها وأصبح مسكها بالرباط الزوجية وأنها ما تقدرش تخرج عن طوع وكلام ده كله في المجتمعات الشرقية بتاعتنا فبيقدر أنه هو ينطلق ويتمكن بقى منها براحته فعشان كده بنقول اللي انت هتشوفه سيء أو اللي انت هتشوفه سيء هتضربه في عشر طيب انت النهار ده شفتي ساعة الخطوبة أنه بيعمل معاك هذه الأفعال ده كان لازم أن انت تتوقفي معاه وتعملي وقفة خاصة لأنها رجعت قالت في آخر القصة أنها لما رجعت لباباها باباها كان بقى مريض بس لو كان جال وهو في صحته كان عارف يتعامل معاه كويس ده معنى ايه؟ ده معنى أنه هو لما كان في صحته هي معنى تلوش كان ممكن ساعتها يعرف ياخد لك الموقف ياخد لك حقك ما اللي بتقولك هو دايما نسيت تقولك عشان مشاكل ما تكبرش طب ما هو فيه أكبر من واحدة يقول لها حط الحزاء أو الشوز بتاعتي فوق راسك ويدرابها ويجتمها ما هو كده أصلا كبرت فأنا بستغرب أنها كانت خايفة المشاكل تكبره هو مريض؟ طبعا عنده ده كده يعني بص نرجيسي؟ لا النرجيسي حاجة يعني النرجيسي ما بيعملش كده ده أكثر من نرجيسي السادي والسادي إحنا مؤسي بقى اللي هو سادي يا مؤسي يقرنه فقط بالعلاقة الزوجية لا السادي هو شخص بيعمل للسيطرة على الآخرين وإزاءهم وبيتلزز بإزاء الآخرين وبيتلزز بأنهم يكونوا مزلولين قدام ولو خرجوا عن طوع أو خرجوا عن هذا الأمر هو وساعتها بيطلعهم بقى من هو معتقد دي جنته أما النرجيسي مختلف مش بيصل لدرجات الإزاء القوية اللي بيصلها لهذا الرجل هذا الرجل متلزز بإزاءها لما واحد يقول للوحدة أنا هسامحك لما تحطي جزمتي فوق راسك ويدرب ويشتم ويعمل حاجات دي كلها فبالتالي هنا هو متلزز بهذا الأمر هنا نقدر نقول عليه أنه هو بنتكلم في أن إحنا عندنا شخصية قريب من الشخصية طبعا عشان إحنا برضو ما بنقدرش نشوف الشخصية طب و لما يجي بقى يقولها أنت بتعتذر لي على الفاضية والمليانة ده بقى نقوله إيه داكتور ما هو إنسان غير متزن ما هو الثاني دي شخصية غير متزنة شخصية حضرك ما تبنيش عليها علاقة نجحة ما تبنيش عليها علاقة زواج وعلاقة حب وخطوبة إن إحنا نقول إنه هو ينجح العلاق فبالتالي هو إنسان غير متزن النهاردة بيعمل أفعال وممكن بكرة طيب هو غير متزن هل مامته غير متزنة برضو وده مرض في العيلة ولا ده إيه مامته زيها زي بعض الأمهات اللي مدللة بإبناء أمهات كتير أمه ما عرفتش تربي أمه ما عرفتش تربي مدلل أمهاتك أدب نحاول نربي لو الوقت بقى ماترباش نقول له بقى يا جماعة ما عرفناش نربي أعترف إن أنا معرفتش ربي ما نعديش مشاكل ويقولي إنا ابني مش متربي بس أنا جايجا جوزولك وأنا حرة في اختياري أدن هي عرفت تربي لنفسها بس ما تربوهش للمجتمع ما تربوهش لزوجته هو وواضح إنه هو معانا موطيع لمامته مش هنقول إنه هو متجرق عليها ولا بيعقاه لا مش ابن عقل ده كمان الغريبة اللي أنا أراها في القصة إنه حتى حاجة من الحاجات حتى اللي هو يقول عليه ابن أمه ده شيء مش طبيعي إنه أنا بقى موجود مع زوجتي أخش أنام معها في القوضة وزوجتي تنام لوحدها في الأوقات اللي هي متواجدة في البيت طيب لو أنا ركبت لو أنا مثلا عشان زيبت بأخناء أحيانا لو أنا وحماتي هنركب العربية مين تقعد جنب الزوج قدام لا تقديرا واحتراما هو ساعات طبعا يفضل ليه؟ ليه يفضل الأم أيوان عارفت أنت خايف مني لا لا تقديرا واحتراما لا لا ليه الأم بتقعد قدام لما ده جوزي؟ ده مكاني وبرضو ابنها إحنا ما نتكلمش على الأم دي حركة سألتين سؤال عام الأم العادية أنا ورجليها بتوجعها حبيبتي أو فيها شاشة عظام أو تقعد قدام عشان تريح رجليها لو بقى هي بقى صحية أحسن مننا خلاص لو فيه تراضي والعلاقة كويسة خلاص الزوجة تقعد قدام مفروض من الأدب إن الأم هي الأصل ما تفكرش تطلب الطلب ده يعني أنا ما أقول لها تفضلية أنت قدام هي تقول لي لا ما فيش كلام ده زي الحركة شفت أنت إيش؟ دي شياكة أه قلت لما يكون فيه أدب وفيه علاقة طيبة بينهم من بعض أما العلاقات المتوترة فيفضل ما نوترهاش أكتر أه طبعا أسيبها بقى تعمل ليها عيزائي أه خلاص لا مش تعمل ليها عيزائي يعني في حاجة زي حركة قلتها دي حاجة بسيطة إنها ما تدخلش في حياتي ما تتكلمش في أنت عملت نعمل لا بالنسبة لاستشاري علاقات أسرية واجتماعية definition أو وصف كلمة ابن أمه يعني ابن أمه عمل إزاي ده؟ بيخليها بيطيعها في أغلب الأمور طبعا بيخليها تدخل في حياته طبعا ابن أمه هنا مع الزوج طبعا أه طبعا بيخليها تدخل في حياته الأسرية بيمشي على كلامها كلام اللي هي بتقوله بتدخل في تربية أبناءه بتدخل في علاقته مع زوجته يقول لها إيه وما يقولهاش إيه وإمتى يخرج معها وإمتى يفسحها وإمتى يجيب لها وإمتى ما يجيب لها هو دامش بسبب الطلاق اللي بقى يحصل في جيلنا كتير طبعا إنه هو بقى لازق في مامته قوي فبقى شبه مامته فبيتكلم زي مامته يعني إنت هنبص لحد أسل تقول أنت مع أنه دامفودي يبقى فخر أنت تبقى تربية ستات بس ما تاخدش طبعا الستات لأن أنت راجل تمام من 13 إلى 20% من حالات الطلاق بسبب تدخل الأم فيه أو الأهل عمتا من ضمنهم أغلبهم الأم فيه الحياة الزوجية بهذا الأمر فعندنا تلت آسف خمس طب لو إحنا نتكلم عن الأمهات ليه مامتها تقول لها الجرائي عليه وبعدك تسيبها يعني أنت راحة بتديني النصيحة حاجة وتتجري معقولي حاجة احنا مش كلنا مع بعض في المشوات يعني إيه تعييت قوليلي زعائيل وعمليلي وفي الآخر تسيبيني مش هلت يا عمال تنصحيني أقول لحضرتك ليه لأنها توقعت رد فعلا أنه هو هيخاف هو ما خافش فرح يترمي يا توبيته أممار بن باولا لقت الموضوع هتعارف أرابيزي يبقى إيه خليك معارضة ده كويس وبعدين هو ده جوزك والكلام ده كله وبيحصل بيحصل في أولياء أمور كتير بيجي داخل داخل جامدة ونعمل لا أن الزوج لا أنه هو ما خافش فهنا تراجع وهنا كان لازم أن انا بقول لحضرتك هما الأمهات والأبهات بيتعاملوا بالسجية وبالخبرات بتاعتهم السابقة اللي أصبحت مختلفة أو خبراتهم دي بتمشيش في العصر الحالي أنا مش أسأل حضرتك سؤال يعني آآ أو لا السؤال ده دي إحصائية عملت أنا وتن زميلي طيب بيش لا بكله جد يعني من كتر ببقيت أشوف خلاص بقى خمسة عشر سنة في الشغلانة دي فبقيت أشوف وعدت فرج على المجتمع كده أكيد بنقابل حالات وبشوف في برنامجي في الراديو وفي التلفزيون بشوف الحالات دي كلها ليه الراجل بيعمل ألف حساب للستة اللي وراها عائلة؟ أي راجل بس دي آآ أو لا لا وبقف دي هقولك مش هعمم برضو بس هديك تسعين في المية من الرجالة اللي الستات وراهم عائلات بيفكر ألف مر قبل ما اعمل حاجة ودايما الراجل يحب يبقين شكله حلو قوي فعمل يا قوي تخيل يا عمي تخيل يا أنكل هي متعصبة كده ما عملت لاش حاجة ده أنا حبي يعمل ملاك ليه؟ ما هو طبيعي يا حضرتك النهاردة أنا دخل أتخانق مع ناس لقيت قدامي عشر أشخاص هخاف وتراجع غير لما أتخانق مع واحد لو واحده فهو شايف إن مراته لا مش مهيضة الجناح زي ما كان بقيمة ملاي مكسورة الجناح مكسورة الجناح لا لا أنا مش لوحدة أجيب لك بابا دلوقتي بس أحيانا لما بنزودها فهجيب لك بابا هجيب لك أخويا الإنسان اللي قدامنا ما تجي بيهم ده لما يكون بقيمة في الأول بيخيب بعد كي يقولك تب توريني يعملوا إيه؟ زي ما هو محمدها قاررت لها أهل إيه مؤهل عشان شايفة إن أهلها يعني سايبينها ومش أخوية معاها إنما من الأول زي ما هي قالت لو أبوها كان يقدر يقفلوا من الأول كان لازم توريه هذا الأمر بحيث إن هو يعتاد على كده ويعمل له ألف حساب إيه بقى التدخل الطبيعي عشان لما يحصل مشكلة الأهل بيتدخلوا الأني بعد يعني أم تحكي الأهلي؟ وإمتى ما حكيش؟ أي حاجة فيها وإمتى هددوا؟ والله لا أو ما أقول لهم، إمتى أعمل كده؟ الخلافات الزوجية الطبيعية اللي أنت رجعت وتأخرت وعملت ده مش محتاجة إن أنا أدخل فيه أهلي ليه أنا ممكن أتكلم أهلي وأفتح لهم فيديو كل يا جماعة بصوا يا جماعة بايه الساعة 2 بالليلة وداخل أهلا حبيبي مرحب ببيت نور سلام عليكم مش ممكن استفززوا كده عشان يتغير؟ ما ده استفزز بس سألك أن أنا أتكلم على التدخلات حركة اللي طلبتها أو سألت يا أنا هي التدخلات في الحياة لما تكون العملية أصبحت كبيرة يعني الضرب ده أساسي لازم الأهل يتدخلوا من أول الضرب إحنا شفنا يا أستاذ سالي إن الضرب الآن فيه جرام أسرية طبعا يا دكتور بيوصل لعنف آه بيوصل لعنف ليه بيقولوا إن لو اتضربت مرة لازم تاخدي أصدها طلقة؟ أنا سمعت الكلام ده شعبي آه يعني ضربك مرة مفيش رجعة اللي بعد ما يتعلم بطلقة ده بجد؟ مش لازم يتعلم بطلقة ليه؟ يتعلم من هو يعرف إن ما هو ينتطلق يعني طلع على طول يبقى فيه فراء يعني فيه وقف دي ما بيقولك كده كواس كلمة دي فيه وقف أنا النهاردة هدخل أهلي بقى لما حصل هذا الأمر وهروح لأهلي وأقول لهم أنا ضربت منه ومش هرجع له غير لما ييجي ويعتذر هو هل اللي اعتذار كفاية؟ هل اللي اعتذار ما بيبقاش بقى بكلمة أنا أسف في حبيبتي وبتاعه؟ ايه بخلي بابايا مدي إيده عليه زي ما مدي إيده عليها؟ لا مش مدي إيده بس هيتكلم معاه كلام يعني كلام قوي وقوله اللي ده ما ينفعش يحصل مع بنتي وبنتي لو اتعامل معاه كده تاني أنا هاخد حقه يعني يردعه بمعنى صحة مش عايزة أقول يخوفه إنما أقول يردعه لأنه هو استحق هذا الأمر لأنه هو مدي إيده على الزوجة وضربه زي ما أقول لحضراتك وضربه عن ضربه يفرق يا دكتور طبعا أحيانا مثلا ممكن نعدي زقه خب فتح الباب فقصده نوعي خبطني آه طبعا إنه هو خبطني جامد عشان أبطل لكن إنه هو مثلا يمسك شعرها ويجرها في الأرض ده حوار نوعي لها يروح عاتي الجزمة ويعملي مش عارف يضرابي نفسك بيها ده حوار في حاجات وحاجات ممكن حاجات نعديها وحاجات لا أصح ده أصبح بيتخاني مع واحدة في الشارع ده حتى واحدة في الشارع هيخاف يتخاني معا كده فبالتالي عشان كده لازم يتدخل الأهل في حاجة زي كده الخيانة إنه هو مثلا عمل مثلا حاجة زي محارف بتقولي على طول بقى دائم مثلا التأخير الساعة خمسة صباحا والساعة ربعة صباحا وما بيسايب البيت طول الوقت في حاجات برضو بعض الأمور إزاي احنا بنقولها إنه هو موصله في البيت ما بيدفعوش وهو مقتدر ومعاه بيجيب لنفسه ما يجيب لهاش وما يجيبش العيل رغم أنه هو يستطيع طبعا المخدرات والكحليات والكلام فيه أمور لازم يتدخلوا فيها ماينفعش أقول لا عسانا ما أقولش الأهل الحسن تكبر ما هي كبرت ما هي أصبحت كبيرة في الوقت الحالي فلازم أنه هما يروق وكتير قوي تدخل الأهل بيرضع الزوجه بيخليه أنه هو يعرف يتعامل بعد كده بالحسنة مع زوجته كمان الأهل لو مش عارفين يتدخلوا بطرق مناسبة مهوم أنه النهاردة أصبح فيه وجود ناس متخصصة في المجال ده ممكن يقوله اعمل خطوة دي أو اعمل خطوة دي إزاي لو هو وأنا أسفى في التعبير أنه هو يعني ما كانش قد الثقة أو يستهيلها لما والدها وهو بيموت كان طالب يشوفه وبعد كده راح أقيل من كتره وواضح أنه والدها كان بيحبه جد أنه بيقول أنه ما يجيش في ما فيش حد بيقول الكلمة دي غيلا ما يكون حد عزيز عليه ما يجيش في دفنتي أو كره يعني إذا ما أنت بتكره حد أو بتحبه قوي فأنت بتعقبه ما يجيش دفنتي ما يقفش على غسلي ما يجيش وأنا بتدفن فهو قال كده إزاي هي تقدر تنساله لما أنت قليت بأصلك مع أبوي أنا هجي ويت دمك ليه؟ ده من تمام الإزلال اللي هو بيزله لها أنها أساسا أنا عملت كده وبس أنت بقى تروح للماما ولازم تعودي معاها ليه؟ ليه أروح للماما ولو دف كفة ودف كفة وأنا مش عايزة أعمل إيه؟ ما أروحش وأنا هنا أنا بنصحها أنها ما تروحش لو هيطلقني فيها خلاص هو مش أنا وإحنا عندنا الطلاق إحنا طبعا أنا كمتخصص مش دايما بقول قصر لا هو بيقول هرميك أنت والعيال هو عنده كل حل أن أنا هسيب هرميك أنت والعيال سبها بالشهرين وفي راجل بيسير مراته شهرين عند أهل مميتها عند أهلها أصلا عندي حاجتين يا أستاذ سالي خطة أحمر بالنسبة لي أنا ما بنصحش أبدا بالطلاق ولا انفصال غير في حالتين الضرب المبرح والخيانة اللي هي الخيانات العميقة بقى الخيانة الخيانة بقى له بقى يعرف على مرات تجوز عليها عمل حاجة مش اللي هو مثلا قال كلمة ولا بتاع يعني مع الخيانة يبقى فيه طلق يبقى فيه وقفات لو مش هتتعدل يعدل الطلق اه طبعا انا دايش حاجة بفكر فيها يا دكتور خلي بالك أنا بوصل معك للإكستريم اللي هو أقوى حاجة ممكن نوصل لها عشان اللي بيتفرج علينا مش بالشرط إن هي تكون قصة سلوى بس ممكن تبقى قصة سامية بس سامية مختلفة عن سلوى في واحد دين تلاتة فعشان كده بحاول إن أنا وأنا بناقش قصة أنا إيش كل الجوانب عشان يبقى ساميه ورائيه كل دكتور بيجي عادين عشان كده آه الخصة بتاعة سلوى بتمثل من عشر في المجتمع المصري في مجتمع كيبيرزي المجتمع المصري من عشر تلاف لمية ألف حالة تانية زيها بس موصلتش لحضرتك طبعا هي بتبقى بتمثل هذا العدد فبالتالي ده ده عن الدراسات فطبعا فيه آلافات عندهم نفس هذه القصة إن ما كانش أكتر منهم فاحنا عشان كده بنقولهم الضرب المبرح ده شيء ما يتسكتش عليه كمان شيء زي ما إحنا قلنا بيؤدي إلى عاهب يؤدي إلى طلاق يؤدي إلى أمراض نفسية للزوجة وزي ما بنقول وزي ما بنسمع المقولة الشهيرة إن اللي بيروحه للطبيب النفسي هم ضحايا النفس المرضى النفسيين مش المرضى نفسه فهي هكون ضحايا لهذا الأمر كده مريد النفسي مش يروح لدكتور ناس اشتبقى عارفينه وشيعترف بمرضه لما يكون وصل لحالة من السادية احنا باللات يبقى مش بالتكلم عن حالة النرجسية اللي هو بيحب نفسه قوي النرجسي ده معتز بنفسه بيحاول يدمر ويهدم اللي حواليه لأ ده سادي بيعزب اللي حواليه نفسيا وجسديا فاحنا شايفين حالة مرعبة فعشان كده احنا كنا بنتكلم عشان ناس تبقى فاهمنا برضو في البيوت بنتكلم أنه إكستريم اللي هو أقصى حاجة ممكن نوصل لها الطلاق طبعا إحنا اللي عمرنا هنبقى مع الطلاق ولا عمرنا هنشجع عليه لأنه سيدة وما بتشتغلش ومعها طفلين فلا أنا هقعد ربي الطفلين بتوعها ولا الدكتور فاحنا عمرنا ما بننصح ده عشان ما يبقاش حرام علينا طبعا ولكن مع حالة إزاء بدني وإزاء جسد زي اللي بتتعرض له هي تتعرض لحاجات أكتر عندنا بقى حاجات في البلد بتساعدنا طبعا وزيرة التضامن الاجتماعي عندنا مجلس قومي للمرأة عندنا كذا حاجة التي برضو مش لوحدك وأنا مش هقفل ألا لأنه أهلها خليوا بيها لا إحنا موجودين وكويس أن أنت يكوني أصلا بعتني للبرنامج أنا مبسوطة أنهم على القلب يبعندهم أشياء أن أنا ببعت عشان تناقشوا حالتي بس هي دلوقتي هو بيخصبها على أن يتكلم مامتو أنا من رأي أن يتكلم مامتو أنا رأي لا لأن هي بتلوي شخصيتها وبتضغط على نفسها الزيادة عن اللزوم هتكلم مامتو على حساب سلامها النفسي وعلى حساب الخطان نفسي تفتكر الست دي ما كانش ليها ولا موقف جدعانة معايا؟ الكلام اللي هي قالت وما قلت لناش حاجة زي كده أنا أقول لها قصة أنا لما بزعل أجيب لك أوحش ما فيك تمام فاهم يا دكتور؟ أنا عمري ما هقولك مثلا أصلا أمي كان بتصحى الصبح ومش قادرة تقوم وتوصلني لباس وبتقول لك لا ضربتني دي مرة بسكت الشمعة وضربتني وأنا متخنقة لكن وأنا أحبها أقول لك مامي دي كابت تصحى كل يوم تعمل لنا كل حاجة البناء دم بطبعه كده؟ بس هي في خصتها ذكرت أنها شتمتها بألفظ تعجز أنها تكتبها أو مرة شتمتها خرجت عن شعورها وطول الوقت بتتدخل في حياتها بطريقة سلبية والحاجة الأكتر يعني أنا لما حمادي تيجي تقولي أنتم متخنقين أنا برضو في أفوار وتهويل واسمح لي معلش يا سلوة أنا باخد دايما كل الجوانب عشان أنا نقشت القصة من كل جانب ومتصلحين هي أكيد مش هتمنى لي الخناء بس هي بتسأل عادي وأنا لو سألتني ليه أخدها بالمحمل الوحش لأن رصيدها عندي مش موجود تانكي وعشان أباني على حاجات من الأول بس مش كل حاجة هتبقى وحشة يعني أنا إعتراضي على موضوع أن تقف على الرخمة ولا بتقول أنت بشيتي على السيراميك قصدي فبردتي ولا جالك برد فاتت تعبير يمكن هي برضو بتقولها أزمح لك قلت كده يعني يمكن متحليلها اللي حصل لها أن هي كده أنا لو أنا مغلولة أكا ممكن أرد علي ولا ده مستوى تعليمك يا طنطة أكيد بس ده ما بيش حاجة اسمها كده يعني إحنا محتاجين دكتور إن هو يحلل الكلام ده لأنه حضرتك أكيد مش تبقى زي الدكتور هي يمكن سألوها ما عندهاش أن هي ترد لو كانت ردت البن قدم اللي بيرد ده وبياخد حقه بيرتح شوية أنا لما بياخدش حقه أه طبعا وأنا عايزة أقول له أكيد طبعا ومعايزة أقول له حضرتك على حاجة يعني هي شتمتني وكلمت على أهلي زي ما هي عملت هنا في قصة سألوة أنا مش الرد أشتم أنا عن قفسي شايف إن هي عشان هي حد كبير وزي إن هي حامتها تاخد موقف حازم من غير ما الشيء مش لازم أشتم أنا ممكن أخد موقف حازم مش معنى هي ما أخدتش موقف حازم واحترمت حازم وما قدتش الألفاث دي بتاعت أمو حازم عشان عيب يعني أنت بتقول يا طنط الألفاث دي وجاب أنا حتت عائلة صغيرة جات علي أنا يعني لما أرد على حضرتك باية دي بقى أمو ما إحنا بنعمل كاس عبا بيجير خاركتا عن شعوري ومش أدرى صغيرة أنا عملهم مجنونة أنا بقى قررت أن أعرف أكون حق إيه بطريقتي لأنه الناس دايما بتزعل من رد الفعل يا دكتور بس بينسى الفعل اللي هو عمله طبعا ما هو الظالم بينسى هو عمل إيه بس المظلوم عشان كده قلت لحضرتك ما تروح لهاش بسهولة إلا ما هي لأنه كمان الأم دي شايفة الإبن بيعمل إيه في البنت ورغم كده ما تقولوش دي بنت ناس ما تقولوش دي بنتنا حافظ عليها نحن عندنا كده في المجتمع المصري أغلبيته لما لما ابنها يأكل لأ هنقول أول لما بنتها جزها يأكلها في بقها تدلعه حبيبي وجابت لنا راجل وجد وحبيبة قلبي أول ما ابنها يعمل كده مع مراته يعني تفرح لبنتها قوي ويعمل كمان أقول سحرال أبا الله جا تخدت مننا الولد أبا الله جا تخدت مننا الراجل اللي حلتنا جا تخدت وفعلا البنت بتيجي تاخد الراجل وده ما يقول لك خلق بنات هي الأم هنا أنا شايفها في القصة دي كأنها ضرتها مش حامتها يعني هي عمنا نفسها عدوة ليها دي مرات ابنك يعني هي دي مرات دي أم أحفادك اللي أنت المفروض تبقي فرحانة بيها وفرحانة وانت تتعاملها تعامل طيب أنت شايفها بتتضرب وبتتهين وبتتزل وكلام ده كله وانت واضح أن أنت بتسخني ابنك أو بتحرضيه أو موافقة على هذا الأمر فبالتالي هنا لازم فيها احتزال لما زوجي جيب أمه في البيت عشان هي مريضة وأنا لازم أخدمها وأنا بشتغل أو ما بشتغلش أو عندي عيال ما يفعش أجيب أمي في البيت ينفع تجيب أمي في البيت لو ينفع طبعا ولا هتتفهم أن أنا عايز أعمل مشكلة وديها عداوة لا ينفع تجيب الأم في البيت بس الأم طالما جات البيت تقعد بطريقة يعني احترامة لا أجيب أمي أنا كمان في البيت يعني هو جاب لي مامته آآ آآ درجة أنا أجيب مامتي وأنا برحتي آآ زي ما هو عمل أنا ممكن أعمل آآ أنا ماما كمان محتاجة تتعالج ومحتاجة الدكتور ألا أعود في حتة التراوة طبعا على فكرة هي في الآخر وفي الأول لما بتعمل ده بتعمله من باب الفضل لهذه الحماية دي حقيقة ولكن هي مش مطلوب منها خدمتها خدمتها جيب لها حد يخدمها في البيت وتكون موجودة لأمك أو لو هو عنده أخت أو كده هي المفروضة هي اللي تخدمها أو أنت كمان تساهم في خدمتها إنما أنت مش جيب لها أعودي هنا وتخدمي وتخدميها وفي نفس الوقت تتعاملك وحش وهنا برضو دي بني آدم أنا مش عاد أزل فيها وعاد أجرح كبرياءها وعاد أدوس عليها وفي الأخرة أقول لها ما تتكلميش ما تتطلقيش ما تبعيديش خليك إعادة معا زي ما الأهل مش وقف لها سند السيناريو المتوقع إيه السيناريو المتوقع لو هي اطلقت أو ما اطلقتش قولي كده اللي اتنين بقى كده دكتور يلا إنك استشاري وخبير بقى في العلقات الاجتماعية إحنا مش عايزين طبعا مش عايزينها طبعا تتطلق ولكن إحنا من إحنا عايزين نعرف خلي بالك دكتور إحنا عمرنا ما هنقول كده تاني عادة عمرنا ما هنقول لو أحدا اطلقي بس أنا بقولك لو اطلقت يحصل كذا لو ما اطلقتش يحصل كده من الخبرة مش أنا فضل يا دكتور لو فضلت قعدة مع جوزها باحترام ويعزت نفسه والرجل اعتذر لها والأم اعتذرت خلاص بتوقع حياة تبقى حياة عادية زي ما بيحصل في أي علاقات زوجية أوسرية ولكن هو الشخصية اللي إحنا بنناها إن هي شخصية السادية دي دي لازم تكون لها علاج لو هم تعالجش عمره ما يعرف يتعامل معاها تعامل طيب بيعالجوها إزاي بالكهرامة؟ لا بيعالجوه هو مش هيعترف إن هو يروح لطبيب نفسي وهو لو رح لطبيب نفسي هيعرف يعالجه ولكن هو مش يعرف مش هروح لمقتص أما لو اطلقت فهنا أنصحها زي ما حدك قلتي تتجه المجلس القومي الأموة والطفولة تتجه لمحامي أو تتجه لحد يكون معانا أنه واضح أن الأهل مش هقفوا معها وهذا الزوج مش هيديها حقها ولا هيدي الأبناء حقهم فبالتالي من أولها ولا حتى الشقة ويا حدنا؟ ما أعتقد بالشكل ده هو مش هيديها حاجة فبالتالي من قولها لو اطلقت لازم تكوني من الأول وقف على العرض صلبة من ناحية أن أنت لاجأ لحد مش تكياء مخوفة محاسسة أن أنت ورقي سند حتى لو قالها مش موجودين في حد تاني وقف ورقي حد فعليتها يكون محامي يكون تعرف حد من الأصدقاء أو كده يكون محامي كويس تتوقفه في نفس الوقت زي ما احناك قلت الجهات المختصة تستطيع أن هي تقف معاه وأنه هو لما أصبح بقى طالقها مش مالوش الحق بقى لا هيضرب ولا يشتم ولا أي حاجة لأنه هو في قانون كمان هيحميه طبعا أنا أخر حاجة لو اطلقت أريد أن أختم محرك بيها تدي نصيحة لكل الحموات الكويسات اللي هم مش عايزين يبقوا كويسين أحد أن هذه الفتاة اللي جاية بيتك هي أصنع وجاية تجوز ابنك هي مش جاية تخطفه منك أنت هتفضلي أمه وهتفضلي حريبك ربي يا خيبة للغيبة أه لا ما بتربي لش أخيال أبسلنا هي دي سنة الحياة وانت كمان مامتك ربتك واتجوزت برضو والدها أو تجوزت والده لا ولا كانت خيبة هو ابنك هيفضل ابنك وهيفضل يبر بيك وهيفضل يحبك وهيفضل شالك فقراسك وهذه المرأة هي مش عدوة لك ولا هي دورة لك جاية تاخدو منك ولا أي حاجة بالعكس خلي المعاملة بتاعتها طيبة وديها أنت النهاردة اللي بتديها الدروس وتديها العلم وتفاهميها التعامل الطيب يبقى عامل إزاي مش أن أنا أعاديها وخلي واحدة صغيرة أصغر مني من دور بناتي أو من دور ابني تتجرع علي وتبتلي أن هي تشتمني وتقفلي للند للند ونقول لا لازم ترد عليها ولازم تاخذي حقك منها والكلام ده كله حتى حفاظا على كرامتك وحفاظا على سنك لازم أن أنت تتعامل معاها بهذا الأمر وكمان نذكر الكلام ده لأخت الزوج اللي غير سوية نفسيا لأنها أحيانا بتبقى أمر من مليون حما بكتير عشان تفارق السن القريب ده بيخليها تعمل حاجات كتيرة أكتر مشكورك من نهارتين استنونا بعد الفاصل لسه في كلام كتير محتاجين نقول قبل ما أقول نصحتي النهاردة لما دام سلوا بطل قصة حقيقية معنا النهاردة زي ما عودتكم دايما أنه نصحتي بتوقف آخر الحلقة اللي محتاج أن أنا أتكلم معاه أو أقوله كلمتين حتى لو طبطب عليه زي ما اتفقنا إحنا دايما كنا بنقول إيه هنحكي ونشكي ونفطفض ونطبطب ونحاول نحل على قد ما نقدر عايز أفكركم بحلقة دكتورة أسماء معيدة جميلة بعدت لنا من فترة قريبة مش بعيد إن هي مصابة بمرض وهن العضلات هو مرض مناعي بيأثر على الحركة بيأثر على النظر وخلى العرسان اللي كانوا بيجوا يتقدموا لها لما بيعرفوا بيهربوا حججوا أعظار ملهاش أي 30 لازمة وهمية عشان ما يكملوش لما هي بتقولهم يعني حقيقة المرض زي ما بقولوك فدكتور أسماء أنا عايز أولك على حاجة إنه فيه فعل خير فعل خير قاعد كان بيتفرج على الحلقة لقيتهم بيبعتولي متأثرين جدا بحالتك وعارض عليك إنه هو يساهم في علاجك وعارف إن الأدوية دي غالية جدا 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 مستعد إنه هو يساعدك بأي حاجة فلأنا محتاجة منك إنه ياريت يا أسماء تتواصلي معنا في البرنامج عشان نعرف نوصلك بيه وإلف مليون سلام عليك يا حبيبتي وأنا عارفة إنه في البرنامج فيه حاجة اسمها Anonymous أو إخفاء الهوية فإحنا عشان ما يبقاش فيه حد من اللي بعتين القصص يبقى محرج أو مش عايز يقول اسمه وده على رأسنا طالما قصة حقيقية هنقولها بس مش لازم نكون عارفين الشخص ممكن يكون هو محرج إنه هو يتكلم أو 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 والبرنامج ده مش معمول لأنه هو ياخد كردت أو إنه هو ياخد الكلمة لنا برفضها تماما الترند والحاجات دي بس هو معمول إن إحنا نساعد بعض ونتكلم على قد ما نقدر فحل المشاكل فالنهارده إنه يحصل حاجة زي دي بالصدفة فإحنا بننوه عليها إنه محتاجين حضرتك تبعتلنا وعايز أقول لكل الكرو هنا يعني لكل أبطال قصة حقيقية الأبطال بقى الوراء الكاميرا اللي بيتعبوا أكتر مني مليون مرة يمكن أنا اللي بطلع وبقى أحكي قصة بس الناس اللي بتتعب عشان تنظم وقتنا عشان تشوف الحلقة عشان تحجز ستوديو عشان تكتب قصة عشان أصلا يختاروا القصص بتاعتك عشان يعودوا يقروها الناس دي المخرج الناس دي بتتعب أكتر مني مليون مرة فعايز أشكركم كلكم ربنا ينفع بيكم الناس ربنا يرضيكم لأن إحنا بنعمل حاجة ودايما كل يوم بنعود نقول يا رب ينفع بينا الناس إحنا مش عزين حاجة تانية وأحيانا بيبقى الواحد حاسس أن هو ما بقاش البرنامج بيتشاف زي زمان أو بيحس أن هو زعلان أنه ما بقاش يساعد زي زمان فبيجي ربنا الكريم الرحيم يعمل حاجة النهار ده مثلا زي دي يلاقي إن إحنا يا جماعة هنساهم مثلا في علاج حد هنساهم إن إحنا طبطبنا على حد هنساهم إن إحنا نحلي مشكلة حد فده بالنسبة لنا وأنا بكلمك هو يعني بلسان أسرة البرنامج أو الكرو كله ده بالنسبة لنا أحلى حاجة في الدنيا ربنا يا رضيكي ويسعيدك وترجعي أحلى من الأول وأحسن من الأول وتبقي جميلة وأحلى معيدة في الدنيا ويجعلنا سبب مش عايزين حاجة تانية وتفتكرينها بالدعاء نرجع بقى لسالو بطل القصة حقيقية النهاردة عايزة أقولك إنه في مقولة أنا بحبها جدا أنا شخصيا يعني لعالم نفس شهير اسمه كارل يونج قالك إيه دائما بيقولك إنه حتى هقولك مثلا إنجليزي كده إنه يعني put yourself in my shoes أو أنا بقى اللي هكلمه عنك يعني هكلمه النهاردة في قصتك إنه الحزاء اللي ممكن يكون مناسب لشخص معين ممكن يبقى بيوجع أو مؤلم أو بيدايق أو مقاسه مختلف لشخص تاني يعني إيه لما تيجي تتكلم هو دايما يقولك إنه بيحطه مثل للحزاء لأنه الحزاء دي ما في التبقى أكتر حاجة مريحة لو أنا مش عارفة أمشي مش عارف أتكلم مش عارف أقوم بمهامي فلما أنا جا أقولك حطي نفسك مكاني أو حطي نفسك في حزائي دايما بتتقل كده النهاردة بقى بقولك لا في حاجة مناسبة لبنى آدم حزاء مناسب لبنى آدم وحزاء لا فإحنا بنتكلم عن إيه بقى التفصيلة المعينة اللي مش ينفع تناسب كل الناس عشان أنا أختارها وأمشي عليها لأنه مش الناس كلها شبه بعد حبابتي كل واحد وليه ظروفه ودي الحكمة أول نصيحة اللي أنا لقيتها بتنور في دماغي كده وإحنا عمين بنذكر قصتك يا سلوى اللي أنا واثقة ومتأكدة أنه فيه ستات كتير حكايتهم شبه حكايتك عشان المجتمع طلعنا كده نقول حاضر ونعم فأنا مش هقدر إن أنا أديكي رأي نهائي لأقولك اطلقي زي ما فيه موزيعات بتعمل وحتى لو أنا بيزد آن حاجة أو إن أنا مسنودة بدراسة أو دراسة علم النفس أو 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 بس أنا ما درستش حياتك يا سلوى ما كدش مكانك فمش هينفع عملي كده لا قدر أقول ليكي أو لأي حد اطلقي أو كملي أو 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 بس أنا بقولك على حاجة إنه في كل قصة فيه بتبقى فيه حالة مختلفة بس ساحات بيبقى فيه تفاصيل كده شبه بعض فدي اللي ممكن إيه بقى يعني نمسك فيها أو نفكر فيها خصوصا لو كانت إنه واحدة بتشتغل وعندها أهل موجوزين قادرين يشلوها ويبقوا ظاهروا سند حتى لو هما في مرة خزلوني حتى لو في مرة ما كانوش معايا فأنا لازم أتحمل وأصبر وأقول يا رب أنا صبر حلها من عندك عشان أنا ما فيش في إيدي حاجة تانية بس فيه اللي بتنجح مع الوقت إنه ضغير جزها والله العظيم بتصبر معاه على قد ما تقدر وبتدعيله بيحصل في حياتها معجزة ظرف قدري مش عايز أقولك مثلا هو بيجراره حاجة فبيرجع يجري عليها عشان ما بيليش غيرها جنبه بس للأسف يا سلوى أنا عايز أقولك على حاجة أنت من الأول خالص اخترتي السكة الصعبة سعر اللي وصلتنا لكل ده كنت رسة على بر الأمان شفتي طباعه بقى أنا حد يزوقني ويرميلي ورق في الشرع إيه الإهانة دي قررت إنه تتكملي معايا ده مفروض في الخطوبة دي بيقولك أحلى حاجة ده وش القفص ده غير طبعا المشاكل في بداية الجواز ظلمه إهانته روحيات الجاز مضربه نفسك بيهان تتجننت ما عملتيش وقفة ليه خلص بقى أسلوب وحق مكتسب يعني أنا لو زعقت الحد مرة وسكت ما أنا عاستحلاها لو أنا بنا قدمة مش سوية نفسيا هو ضمنتش تعملي حاجة وقدي أخرك فخلص مش عايزة أفكرك بلا فات ولا نوع بقى نقول أصلا حصل اللي حصل أصلا ما فيش في قدنا حاجة نغيرها لا قدم ما أنا أقصد إنه أخلي كل بنت في كل أسرة مصرية بتتفرج علينا أو عربية وهي لسه في بر الأمان أو لا أوعي أوعي يا بنتي ما تتساهليش وتقولي أصلا ما بقاش فيه جواز أصلا ما بقاش فيه حد عايز يتجوز أصلا أنا ما أقدميش إلا أنا ما أتجوزتوش مش أتجوز خالص لا يا حبيبتي هتتجوزي ما هو دي مش لحظة طيش ده مصيرك وبنا أدب ده مش يتغير المحترم هيبقى محترم من الأول لكن اللي ما يعرفش يعني إيه أدب وإخلاق واحترام وإنه هو يصون ببنته ويبقى راجل خلاص مش هيسبها مش هيسبها غير وهو مضمرها طب ليه بس بالنسبالك أنت بقى أنت يا سلوة بعد ما بقى فيه ولد وبنت صغيرة وما لهمش أي زنب بعد ما عدى سبع سنين على جوازك خليني أفكرك بحاجة أنا بحب المثل ده قوي على فكرة يمكن أنا مش من هوات الأمثال الشعبية بس أنا بحب ده قوي لأنه ممكن يكون باستخدمه كتير بيقولك إن جالك الغصب خده بجميلة يعني إيه يعني لو أنا مضطرة ومكبرة على حاجة في الشغل على حاجة في البيت على حاجة مع عائلتي أنا خلاص مغصوبة أنا ما قداميش يمين وشمال ما قداميش غير الطريق ده أنا هعملها يعني هعملها يبقى حاسس اللي قدامي إن أنا بعملها وأنا رادية وبعملها عشان خطره عشان يشلهالي ويتغير معايا للأحسن أو يبقى ليه واحدة عنده جايز ينكو ربنا يغيره ويهديه بس أنا محتاجة أسألك كام سؤال ودايما بعمل كده إحنا بنسألك الأسئلة يمكن أنت مش عارفة تسأليهم لنفسك يمكن ما خطروش على بالك ساعتها يمكن من كتر ما أنت متوترة مش عارفة تعملي إيه ما فكرتيش مثلاً إحنا هنقوله ده من زاوية تاني ياريت بقى تفكري في الأسئلة دي مرة واثنين وتلاتة تبقى هادية وتركزي مامتو كانت دايماً وحشة ولا كان ليها مواقف كويسة وليها مواقف جدعانة طب جربتي تعرفي مفاتاحها إيه قبل كده يعني مثلاً ممكن يتضحك عليها بكلمتين حلوين ولا أجب لها هداية أفرحها أعمل لها أكلة بتحبها طب إيه اللي ممكن يساعدك إن تتقربي منها تاني سؤال هل جوزك كان وحش بسبب مامتو ولا هما اللي اتنين عندهم مشاكل مشاكل عندهم هما أو مشاكل معاكي طب فكرتي جوزك ده بيجي بإيه أو إيه الحاجات اللي بترضيه أو إمتى بيبقى كويس معاكي قلتي في رسالتك إنه ساعات مامتو كان بتوقع ما بينكو وكنتوا كويسين إمتى بقى المرحلة اللي إحنا كويسين فيها دي بتحصل وحصلت إزاي وإمتى بيتغير تعالي نشوف بقى حاجة اسمها إيه أنا دايماً بقعد أقول الكلمة دي والله العظيم إنه المأدير يعني مثلاً جاولك إيه أنا مش عارف أصبط المأدير اللي هو شوية احترام على شوية حب على شوية تفاهم أو إن أنا مثلاً حتى لو بشتغل مع ناس شوية إنسانية عشان نطلع الشغل حاله دي مأدير فبيجي يقولك إيه با إنه شوفي المأدير اللي هنوصل بيها إنه إحنا نبقى كويسين مع بعض جربي مرة واثنين وثلاثة وأنا اللي بقولك أهو روح يتكلمي مامتو وخليكي أحسن منه أما نشوف أخرتها إيه وبعتلنا تاني ومستنياكوا كلكو تبعتوننا هنا في قصة حقيقية وفكركم تاني لو أنتوا بعتين على رابط اللي هو ما يبينش الهوية عشان خاطري لما نيجي نطلبكو تعالونا على طول عشان نعرف ما سعيدكو بشكركم جداً ومستنياكو في حلقة جديدة وقصة جديدة بس تكون قصة حقيقية باي باي